الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السيد السند العظيم أيام التشريق أيام مباركة يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا أحاديث كثيرة فيوم العيد هو أول الأيام المباركة وهو يوم النحر لأننا ننحر أو نذبح ونضحي في هذا اليوم المبارك والثلاثة الأيام التالية لهذا اليوم العظيم الذي هو يوم النحر تسمى بأيام التشريق لما سميت بالتشريق لأن العرب قديما كانوا يشرقون فيها اللحم أي يقددونه يقددون اللحم يقطعونه إربا إربا على أشكال متطاولة يقطعون اللحم طولا ويملحونه ويجففونه في الهواء والشمس لما؟ ليضل معهم إلى بقية العام إلى فترة طويلة من الأيام وهذه الأيام المباركة الثلاثة ذكرها الله تعالى في كتابه وهذا يدل على أنها لها شرف عظيم قال سبحانه جل جلاله وتعالى في علاه واذكر الله في أيام معدودات وقال القرطبي رحمه الله لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات هي هذه الأيام المباركة أي أيام منا أيام التشريق وإن هذه الأيام الثلاثة المسمات بأيام التشريق لها أمر عظيم في قلوب الحجاج فهي أيام رمي الجمار والآية الكريمة تأمر الحجاجة وغيرهم من المسلمين أن يكثروا في هذه الأيام المباركة من ذكر الله عز وجل لأن في أيام الجاهلية كانوا يزعمون أن الحج قد انتهى بانتهاء يوم النحر وهو اليوم العاشر من أيام ذي الحجة وينشغلون في هذه الأيام بالتفاخر بينهم فأنزل الله عز وجل في القرآن الكريم أمرا عظيما آمرا بأن تكون هذه الأيام أيام ذكر لله سبحانه جل جلاله وتعالى في علاه ولقد بيّننا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الأيام فينبغي علينا أن نعمرها بذكر الله وشكره على جميع نعمه قال سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله روى البخاري رحمه الله عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام المباركة وخلف الصلاوات وعلى فراشه وفي فسطاته وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام المباركة جميعا ومن الذكر في تلك الأيام التكبير فالحاج الذي يرمي الجمرات يكبر مع كل حصات من حص الجمار كل يوم من أيام التشريق فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كبر مع كل حصات وكذلك المسلم غير الحاج عليه أن يكبر دبر كل الصلوات وفي سائر الأوقات ويرى جمهور الفقهاء أن هذه الأيام يحرم فيها الصيام لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله والمعنى أذكر الله أي كبروه في أدبار الصلوات وعند دبح القرابين وعند رمي الجمار وغيرها في تلك الأيام المعدودات التي هي موسم من مواسم العبادة والطاعات فإن الإكثار من ذكر الله يرفع الدرجات ويمحو السيئات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر